موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الرابعة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس عقود الخيارات وموقع 24 Option الإلكتروني العناوين 1. المقدمة 2. موقع 24 Option الإلكتروني 3. اختيار مواصفات العرض المطلوبة 4. الأعلى أم الأدنى 5. بعض الأمثلة لبيان الحالة 6. إشارات التداول 7. شراء الخيارات 8. إبرام الصفقات 9. خيارات الحدود 10. العقود المبرمة على المدى القصير المقدمة أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الرابعة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس حيث سوف نتناول خلالها موضوع عقود الخيارات لنتطرق إلى موقع 24 Option الإلكتروني كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى على صلة بموضوع حلقاتنا قيد المناقشة 10. موقع 24 Option الإلكتروني بعدما أصبحت عضوا في موقع 24 Option الإلكتروني بحيث يكون لديك اسم المستخدم وكلمة المرور 10. وقمت بإدخالهما لأول مرة كي تدخل على الموقع 11. فسوف تتمتع بإمكانية الشراء أو البيع عبر استخدام عقود الخيارات 11. إلقاء نظرة عابرة في البداية على أعلى الزاوية اليمنى 11. سوف يمكنكم من مشاهدة أيقونة الإيداع وكذلك اسم المستخدم فضلا عن رصيد الحساب 12. تلاحظون هنا أيضا الأزرار المتعلقة بقسم الأعمال المصرفية 13. وكذلك التحكم بالحساب لأولئك المتاجرين الذين يتمتعون بحسابات حقيقية 13. كما يوجد زر التداول الذي سوف نتحدث عنه لاحقا ضمن هذه الحلقة 14. هذه هي ساعة الخادم أو server time حيث تعرض علينا توقيت الشركة وهي تقترب من الرابعة مساء في يوم الثلاثين مايو من عام 2014 14. كما ترون هنا تواريخ انتهاء الصلاحية وهي على التوالي عبارة عن 14. الرابعة إلا عشر دقائق 14. الرابعة إلا خمس دقائق 14. الرابعة وخمس دقائق 14. الرابعة وعشر دقائق 15. إن النسبة المئوية العائدة إلى الأرباح وكذلك الرموز المختارة تعرض هنا أيضا 15. تشاهدون النسبة المئوية العائدة إلى شراء الأصول المتداولة وبيعها حيث أن إلقاء نظرة عليها يزودكم بمعلومات هامة تتعرفون من خلالها 15. على ما إذا كان المتداولون في عجلة من أمرهم للبيع فورا 16. إذا كانت لديكم رغبة في تحليل الأسواق فيتسنى لكم ببساطة أن تقوموا بالنقر على هذا الزر المتوفر هنا 16. لتفتح هذه النافذة حيث سوف تمكنكم من مشاهدة جميع الرسوم البيانية للبحث عن العملات أو الرموز المطلوبة لديكم 17. اختيار مواصفات العرض المطلوبة 18. يوجد هناك المزيد من الخيارات الأخرى وفقا للمعايير الموحدة وذلك خلال العرض على كامل الشاشة أو عند نصف قياسها العادي 18. كما توجد ميزات مفيدة تتضمن الإطلالات العمودية أو الأفقية على الشاشة وباقة متنوعة من الأطر الزمنية المختلفة مثل الدقيقة الواحدة، خمسة دقائق، خمسة عشرة دقيقة، ثلاثون دقيقة، الساعة الواحدة 19. يمكنكم القيام بفتح الرسم البياني على منصة متا تريدر للتداول بغية تحليل اتجاهات الأسواق المختلفة باحثين عن المناطق المناسبة التي تعطيكم الضوء الأخضر لإبرام الصفقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت 20. حيث تعرض عليكم جميع المعلومات المطلوبة مثل الرسم البياني ذاته وموعد الإغلاق 21. الأعلى أم الأدنى؟ 22. لستم مضطرين الآن هنا للقيام بالشراء أو البيع وفقا لعقود الخيارات 23. وإنما كل ما يجب فعله هو القيام باختيار الأعلى أم الأدنى فيما يتعلق بقيمة الاستثمار المطلوبة لهذه الصفقة أي العربون المقدم ومن ثم الضغط على زر الشراء 24. حيث يدل هذا الأمر على أنكم فقد قمتم بشراء عقد يتمتع بالسعر المستهدف الأعلى أو الأدنى مقارنة مع السعر الراهن 25. إذا ألقيتم نظرة على الجزء السفلي من الصفحة فسوف ترون بأن الصفقات التي ما زالت مفتوحة وفقا لعقود الخيارات 26. تخضع للعرض في هذا القسم حيث ليست لدينا أي صفقة مفتوحة في الوقت الراهن 27. هذا القسم يعرض علينا الصفقات المغلقة حيث سوف يعطيكم موجزا يتضمن جميع الصفقات التي قمتم بإبرامها في الماضي 28. هنا تستطيع رؤية أنواع الصفقات التي قمت بإبرامها مثل الأعلى أم الأدنى وكذلك العقود المبرمة على المدى القصير 29. كما يتحدث لنا العمود التالي عما إذا كان السعر المستهدف أم سعر التنفيذ أعلى أو أقل من سعر الدخول إلى السوق 30. إلى جانب ذلك تشاهدون هنا الأصول والرموز المختارة للتدول من قبالكم 31. كما تلاحظون تاريخ الصفقات المبرمة وساعة إنجازها فضلا عن العربون المقدم والسعر المستهدف 32. وكذلك نسبة التسعير وتاريخ انتهاء الصلاحية العقد 33. وأما العمود الأخير فإنه يطلعنا على الأرباح العائدة إلى الصفقات المنجزة 34. بعض الأمثلة لبيان الحالة 34. على سبيل المثال تشاهدون هنا من خلال إلقاء نظرة على الصفقة المبرمة وفقا للحالة الأولى 35. أي الأعلى أم الأدنى بأن الأسعار فقد ارتفعت 36. كانت تشير توقعاتنا إلى إغلاق الصفقة فوق 1.37030 حيث ترون في الحقيقة بأنها فقد أغلقت عند مستوى 1.37037 وبالتالي توجد هناك أرباح محققة بواقع سبعة أعشار النقطة على خلفية إنجاز هذه الصفقة المربحة 36. إذا كانت قيمة استثمارنا الرابح تعادل 100 دولار أمريكي حيث تمكننا من الحصول على 83 دولارا كأرباح 37. فإن المبلغ الإجمالي العائد إلينا سوف يعادل 183 دولارا 37. لأن هذه النوعية من الصفقات تضيف المكاسب إلى قيمة الاستثمار عند إعادتها إلى المتاجر 38. هذه الحالة التي تشير إلى إبرام صفقة للاستثمار بقيمة 50 دولارا فلم يحالفها الحظ وبالتالي فقد أصبحت ثاشلة لتجعل المتاجر خاسرا 39. إشارات التداول 40. نود أن نتحدث الآن عما يسمى بإشارات التداول التي تكون على صلة بأصحاب الاستثمارات الكبرى حيث يتسنى لهم الاستعانة بهذه الإشارات المتوفرة من أجل مراقبة الصفقات المفتوحة ورصد تحركات الأسواق المتقلبة 40. هذا القسم يتيح لكم إن كانية مشاهدة جميع الأنواع المختلفة من الصفقات مثل الأعلى أم الأدنى فضلا عن اللمسة الواحدة والحدود وكذلك العقود المبرمة على المدى القصير 41. إذا اخترت الأعلى أم الأدنى فإن الخيار الأول هو عبارة عن الأعلى أو الأدنى مما يدل على كون الأسعار أعلى أو أقل من السعر المحدد استنادا إلى مؤشر الأسعار 42. على سبيل المثال فإن سعر السوق في الوقت الراهن لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي عبارة عن 1.36.97 والذي يظهر هنا كما تشاهدون 43. شراء الخيارات 44. يتسنى لك القيام باختيار الأعلى أم الأدنى فيما يتعلق بمؤشر الأسعار السوقية ليصبح هذا الحساب مغلقا 44. وكما ترون هنا فإن تاريخ الإغلاق يشير إلى تمام الساعة الرابعة مساء فبالتالي يمكنك اختيار الأعلى أم الأدنى وذلك وفقا لتوقعاتك بخصوص مستقبل الأسواق 44. يمكنك الآن القيام باختيار قيمة الصفقة فعلى سبيل المثال تختار 50 دولارا أمريكيا حيث سوف تتعرف على إجمالي الأرباح المحققة التي تنتج عن إبرام هذه الصفقة 45. إن النسبة الأرباح المعروضة هنا أي 83% تبشر بالخير وإذا كانت توقعاتك صحيحة فسوف تجعلك الصفقة الرابحة لتحصل على المكاسب قيمتها تعادل 41 دولارا فاصل 50 سنة وذلك إضافة إلى مبلغ الاستثمار الأولي أي 50 دولارا العربون المقدم 42. إذا كنت ترغب الآن في شراء هذا الخيار فيمكنك أن تشاهد الصفقة مسجلة في قسم الصفقات المفتوحة حيث يتسنى لك الحصول على كافة المعلومات المرطوبة حول هذه الصفقة مثل رقم تسجيل العملية التجارية فضلا عن ساعة الشراء واختياراتك المفضلة 43. كما يمكنك القيام باختيار أي رمز تراه مناسبا للتداول 44. إن الجزء الثاني يتحدث عن قسم خيارات فوق تحت إلا أنه ليس متاحا أمام المتداولين في الوقت الراهن 45. نسبة الدفع المئوية أي الأرباح والتي تنتج عن إنجاز العملية التجارية العائدة إلى هذه الخيارات أعلى من الأرباح الناجمة عن شراء خيارات الأعلى أم الأدنى 45. أصبح هذا القسم متاحا الآن حيث يمكنك القيام باختيار الرموز المطلوبة من جديد 45. نشاهد هنا قيمة الأرباح العائدة إلى شراء هذه الخيارات والتي تبدأ من 220% وتصل إلى 360% 45. كما نرى السعر المستهدف وأخيرا هذا هو تاريخ انتهاء الصلاحية 45. فعلى سبيل المثال يوجد دينا صفقة تتعلق بزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 45. حيث أن السعر المستهدف المختار الذي يقع فوق مستوى 1.36179 سيحقق أرباحا تعادل نسبة 220% 45. إن كان السعر المستهدف عبارة عن 1.36186 سوف تبلغ مكاسبه نسبة 360% 45. بينما إن تم تحديده بواقعه 1.36111 سيؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح تعادل نسبة 220% 46. إبرام الصفقات 47. كما تلاحظون فإن القيام بالعمل التجاري وفقا لعقود خيارات فوق أم تحت أكثر صعوبة بالمقارنة مع خيارات الأعلى أم الأدنى 48. وبالتالي سوف تصبح الأرباح الناجمة عن خيارات فوق أم تحت أكبر قياسا بخيارات الأعلى أم الأدنى 49. فعلى سبيل المثال يمكن أن نتجه نحو خيار تحت لنستثمر 50 دولار أمريكيا حيث نجد الصفقة مسجلة هنا 50. أصدقائي الأعزاء كما تعلمون فإن هذا الحساب افتراضي أو تجيبي وبناء على ذلك فنود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة القيام بممارات 51. فعلى سبيل المثال يمكن أن نتجه نحو خيارات الأسواق المختلفة بدقة بالغة قبل التفكير في إبرام أي صفقة في هذا المجال 52. القسم التالي يتحدث عن أسلوب اللمس 53. الجزء الأول عبارة عن اللمس وعدم اللمس 53. مؤشر الأسعار في السوق يعرض علينا مستوى 1.36114 54. وأما السعر المستهدف فهو عبارة عن 1.3644 54. أي أعلى من السعر الراهن بواقع ثلاث نقاط إن كنا نعتقد بأن الأسعار سوف تصل إلى مستوى السعر المستهدف قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد 54. فيجب علينا أن نختار أسلوب اللمس 55. وأما إن كنا نعتقد بأن الأسعار سوف لن تصل إلى مستوى السعر المستهدف قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد 55. فيجب علينا أن نختار أسلوب عدم اللمس 55. على سبيل المثال فإننا نعتقد هنا بأن الأسعار سوف تصل إلى مستوى السعر المستهدف 55. قبل نهاية صرايان مفعول العقد 55. وبالتالي فسوف نتجه نحو اختيار أسلوب اللمس 55. حيث نجد الفرصة متاحة أمامنا 55. وها هي الصفقة المطلوبة مسجلة هنا 56. يوجد لدينا قسم الخيارات ذات المردود العالي أيضا 56. حيث أن الهوة فيما بين السعر المقدر لدينا مع مؤشر الأسعار في السوق كبيرة جدا 57. فعلى سبيل المثال إن الفجوة الموجودة هنا تعادل 14 نقطة تقريبا 57. هذه الخيارات تسمح بتعديل تاريخ انتهاء صلاحية العقد أيضا 58. يتسنى لك أن تختار بحرية ما إذا كانت الأسعار منطلقة صوب الأعلى أم ساقطة نحو الأسفل من وجهة نظر توقعاتك حول مستقبل الأسواق 59. إننا نقوم هنا باستثمار 100 دولار أمريكي كما نتوقع انخفاض الأسعار 60. تجر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الخيارات لإبرام الصفقات المطلوبة في أسواق النفط كذلك 61. خيارات الحدود 62. هذه النوعية من الخيارات تتمتع بقناة أسعار واحدة وسعرين اثنين أحدهما أعلى من السعر الراهن والآخر أقل من السعر الحالي 63. نشاهد هنا ضمن هذه الصفق المبرمة وفقا لعقود خيارات الحدود بأنه فقد تم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية العقد 64. إن كنا نتوقع بأن مياه الأسعار الدافئة سوف تطرق باب القناة المثيرة لتتدفق بغزارة إلى داخلها الحالم خلال فترة صرايان مفعول العقد 64. فيتسنى لنا أن نغازل خيار الداخل 64. وأما إن كنا نتوقع بأن الأسعار الهائج سوف تميل إلى الوقوف عند مشارف هذه القناة المغرية لتلامس حدود خدودها الحمراء على الدوام 65. حتى يحين تاريخ انتهاء الصلاحية العقد دون أن تفكر في دخول القناة فينبغي علينا أن نبتسم في وجه خيار الخارج 66. هذه النوعية من عقود الخيارات الثنائية ملائمة للاستعانة بها عند الاقتراب من إعلان خبر هام ورئيسي يؤثر على مجريات الأسواق بشكل ملفت للانتباه 67. على سبيل المثال فيما يتعلق بإبرام الصفقات البترول وفقا لهذه العقود 68. وإن كنا نتوقع بأن الأسعار سوف تسير خارج القناة في نهاية العقد فيتعين علينا أن نختار اللجوء إلى خيار الخارج حيث يوجد لدينا 100 دولار أميريكي بمثابة العربون المقدم 69. يوجد تدين هنا أيضا قسم الخيارات ذات المردود العالي من ناحية جني الأرباح حيث من شأنه أن يقدم مستوى عاليا من المكاسب 70. وبالتالي فينبغي على المتداول أن يحدد ما إذا كانت الأسعار ستكون أعلى أو أقل من السعر الراهن عند تاريخ انتهاء صلاحية العقد 71. العقود المبرمة على المدى القصير 72. هذه الخيارات ملائمة لأولئك المتداولين الذين يبحثون عن إبرام الصفقات في إطار أقصر فترات زمنية ممكنة 73. إن العقود المبرمة على المدى القصير تقدم باقة متنوعة من الأطر الزمنية المختلفة مثل 73. ثلاثين ثانية 74. الدقيقة الواحدة 75. الدقيقتين الاثنتين 75. خمسة دقائق نود أن نقوم بالعمل على استثمار مبلغ قدره 50 دولار أمريكيا حيث نجد الصفقة المطلوبة مسجلة هنا 76. العقود المبرمة على المدى القريب مفيدة للتداول الإلكتروني خاصة عند الاقتراب من ساعة بث الأنباء 77. إن الكثير من المتاجرين يواجهون صعوبات جمّة في التركيز على جميع الرموز المعروضة عند الذهاب نحو الاستعانة بهذه الخيارات 77. إلا أنه لحسن الحظ توجد هناك طريقة ممتازة لعرض الرموز المفضلة لديكم فقط وذلك ببساطة عن طريق النقر على زر الإعدادات من أجل إخفاء الرموز غير المرغوب فيها 77. حيث يمكن القيام باختيار قائمة مفضلة تتضمن كافة العملات الرئيسية أو السلع المطلوبة من أجل راحتكم 78. عملية إخفاء الرموز والسلع غير المرغوب فيها تساعد منصة التداول على تقديم أداء أفضل عبر شبكة الإنترنت 78. كما أنها تجعل المنصة أكثر سرعة ودقة 79. توجد هناك بطبيعة الحال مواقع إلكترونية أخرى تعمل ناشطة في هذا المجال والتي سوف نتطرق إليها بالتأكيد في المستقبل 79. إلا أن موقع 24 Option الإلكتروني يأتي على صدارة قائمة هذه المواقع حيث ينظر إليه كأكثرها موثقية ومصداقية 80. علما أنه يمكنكم الاتصال بنا دوما بغية فتح حساب الخيارات وفقا لتطلعاتكم 80. نحن نتشرف بخدمتكم ومساعدتكم على مدار أيام الأسبوع مع فائق الاحترام والتقدير 81. للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش أضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني 81. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة